للحديث أكثر حول الموضوع أسعد باستضافة سيد كريم بوثلجة مدير الدراسات وتطوير بمؤسسة إكسترانات أهلا بك وعيدك سعيد عيدكم مبارك سيدتي كل عمتم بخير عيد مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعة عشر شكرا لك كما شفنا حركية ونشط كبير تشهدوا مختلف مؤسسات النظافة إكسترانات أيضا خصصت أعوان نظافة حتى تكونوا حاضرين في الميدان أنه ما تخلوش ربما شوارع العاصمة تغرق في النفايات اليوم ما هو أيضا خصصتهم برنامج تحدث لي على هذا البرنامج الخاص بجمع النفايات بمختلف أحياء العاصمة هو في الحقيقة أولا ما هي إلا أمانة نرى نأدو فيها وشرف كبير أنه نكون خدمة المواطن وشرف كبير أنه نكون ننظف أحياء العاصمة على كل حال النقاوة العمومية هي عالم آخر كما نقولون ربما الناس تشوفوا هي شاحنة ترفع قمامة وتروح ولكن هي كلها دراسات استراتيجيات معلومات أرقام إلى غير ذلك لذلك بدينا نتحكم في الأمور بداية من تحكم في الأرقام هذا شيء كان لازم نبنوه من الأول باش نقدر نديره استراتيجية طويلة متوسطة وطويلة المدى فيما يخص سير النفايات إذا تكلمنا عنها أكسترانات المبادئ الأولى هي المورد البشري لازم نتحكم في المورد البشري ولازم يكون عندك مورد بشري كفء وده صيلة مباشرة وعنده روح العملياتية وروح أسكن أتبع لإستراتيجية 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 أو الإستراتيجية هذه أولا ثانيا لازم يكون عندك تحكم في الأرقام كما قلت إذا ما تحكمت في الأرقام ما رح تحكم في حتى شيء أول شيء اللي بدنا به لأن الأكسترانات هي مؤسسة فاتية بدأت في 2014 أول شيء يجب أن نبحث ونقوم بتحكم فيه كما هي الكمية النفاية التي يرفعها التي يخرجها المواطن كم يجب أن يجب أن نتحكم فيه هذا أول رقم يجب أن نتحكم فيه الحمد لله بعد خمس سنوات تحكمنا في الأرقام على مختلف الفصول من فصل الشتاء إلى فصل الربيع إلى فصل الصيف وخاصة المناسبات عيد الأضحى عيد الفطر ورمضان خاصة هذه كلها تدخل فيها أرقام فيه كميات بمبنية على راسيوس هذه كمية كمية الفرد المنتوج الفرد من النفايات ومن بعد تبنيها على عدد زكان هذه الأول المعطيات فبها درنا الاستراتيجية ودرنا ستكون أبداً ديمانسيونيما أموياً دبزوان أموياً 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 هذه ثانية معطاية ثالثاً تحكم في الخرائط لازم نشوف التريطور اللي نعمل فيه لازم نشوفه من السماء باش نكون عدنا أحسن تغطية كذلك لما بدينا كان أول شي ندرسوه ما هي النقاط السوداء ولماذا النقاط السوداء نجي نلقى نفايات منين جت النفايات علشت النفايات ما هو السبب لخل المواطن يرمي النفايات هنا يا هل ترى المواطن مسؤول؟ يا هل ترى اللي كان يرفع في النفايات مسؤول؟ يا هل ترى المسؤولية متبادلة؟ يعني كنا شاهدنا في التقرير أن المواطن قد أن المسؤولية والعيب في المواطن ليلقي القمامة ربما ونفيات في غير معادها هو استحسنوا العمل الليكم تقوموا به خاصة خلال يوم أمس واليوم هذا مواطن من المواطنين نقوله رهم ناس اللي رهم نشكرهم على المجهود لأنه رهم ما نقومه كل واحد يقوم بعمل واجبات كل واحد عنده واجبات وعنده حقوق من أسر يتأدي في واجباتها ما في هذا النطاق نديره في دراسات عن مستوى ما هو نسبة الوعي لدى المواطن القينا بالـ 80% ناس متوعية الحمد لله 15 حتى الـ 20% اللي ما زال يخص الوعي لها عندهم ضيئة نعطيك ما هو شئيني كمون نحن نتكلم عن النفايات واش نقول لك أنا على الناس اللي ما تخليش سيارة الإسعاف الجوز سيارة الإسعاف جاية في طريق سيار الدي مريض ولا الدي واحد بين موت الحياة ولا رايحة ينقض واحد في أكسيدان ولا ميخليش يجوز هذا اللاوعي معنشنا نحن نتكلم عن النفايات ولكن كاي لها وعي في مختلف المجالات هذو ناس من الناس اللي ما عندهمش الوعي لازم لهم كاي لازم نوقفوا معاهم كاي الناس اللي والف الفوضى والف العفن يقول لك الدولة البلدية ما جاش خدم ما جاش ولكن الآن بدأت الكرة تولي المنطق نطاق لأخر نحية الأخرى يعني لدى المواطن الآن أنا راني في الخدمة وسائل التواصل راه مفتوحة وسائل التواصل الاجتماعي راه مفتوحة فيسبوك راهكين اي بي كاكست خانت تواصلوا معنا الطلب عفوا الطلب وش عندكم إشكال طرحوا مشاكلكم اللي عنده اقتراح يطرح لي اقتراح نتاعه كاي نقاله نظافة مفتوح 24 ساعة 24 ساعة رانا في الاستماع أي واحد عنده طرح عنده اقتراح مرحبا به يعني الآن الكرة راه يلدى المواطن المواطن معلي إليه يستجيب الآن نقول وبدأينا نفهم المواطن باليحن رانا نديره في المجهودات رانا نحاول ندير أقصى المجهودات بال والدولة الحمد لله التدعيم راه كاين الوسائل جات يعني رانا شافوا شاحينات جديدة هذه راه أموال وأموال مش تولي صالح المواطن إلا إلا بقى المواطن في كل ساعة يرمي في كل تقيقة يرمي مام هو راه السام لكن تحتوا على سلوكات المواطن خلال هذا العيد عيد الأضحاء يوم أمس واليوم ربما تحتوا على أنتم وضعتهم برنامج ربما حتى ما قبل العيد على الاعتبار أن هناك موالين نزداد نشاطهم خلال فترة ما قبل العيد يعني نشاطهم الفلاحي وغيره أيضا نتحتوا أيضا على البرنامج اللي خصستوه عدد النفايات اللي تمجمها من يوم أمس إلى غاية اليوم إلى حد الساعة ونتحتوا أيضا على المبادرة اللي أطلقتها وزارة الصناعة والمناجب كما يتعلق بجمع جلود الأفاحي هو على كل حال رفع النفايات عموما نحن موجدين يعني من الأول كنا موجدين زاد دخل برنامج وزارة الصناعة اللي هي عملية اللي راح تكون طويلة المدى ما راح تقتصر على العام هذا بدأت عملية ما هيش حملة ولكن هي عملية طويلة المدى استراتيجيا تعدولها الحمد لله نحن كنا العامل اللي فات والعامل قبل وبدأنا كأول تجربة بدأنا ندرس وما هي الكمية اللي كاينة على العيد في العيد هذا الناتج هذه الكميات اللي راح تكاينة من نفايات وخصوصيات كنا بلا كاركتلزازيون دي شي وانا يتديسا وش كاين بلاستيك وش كاين كارتون وش كاين زلنا القينا لهيدورة طلبنا ووصلنا رسالة قلنا بلي راح كاينة جزمون اللي راح في الطرقات لازم نتقاول حلول وزارة الصناعة استجبت الحمد لله مختلف الوزارات دخلت في البروغرام هذا وبدأ البرنامج حلال مؤسسة اكثرانات للعيد الأضحى كنا مسخرين 5200 عون بكل الأصناف من العام البسيط حتى المدير العام في نفس النطاق لما دخل برنامج وزارة الصناعة في مخصوص الهيدورة لما لقسمنا لأنه كميات اللي راح تنقص من الكميات الإجمالية فالهيدورة خصصنا لها 1200 عامل من 5200 نحينا 1200 خاصين بلغة بيبليك سكيلة الوبراشيونال حطيناهم إن يكمون لهيدورة خصصنا أكثر من مئة شاحنة بمختلف الأصناف خصصناها إن يكمون لهيدورة لأن الدباغين طرحوا شروطهم لك لكي تجيب لنا لهيدورة لازم لها تهوية ولازم تكون محطة وميكونش عندها ينسر تنوتر يفو باكسا ساديباسي ينسر تنوتر لازم روائح ما تكونش فيها ويكون بطبيعة الحال تمليح كنتم وضعتولها حويات خاصة حويات خاصة وهل نشوف أن المواطنين يلتزموا بوضعها في الحويات مخصصة لها صدقيني سيدتي لا تفاجأنا أنا واحد تفاجأت ربما ملقات على الأرض في كل الأماكن كانت تدخل في وسط النفايات تلقيها في الطرقات تلقيها في الجنين على الأرصفة في كل مكان يعني لا وعي يعني فوضى عارمة الآن فهمنا بل المواطن هذا وش كان يحوس المواطن كان يحوس على إنه أرغانيزيسيون على تنظيم نظام ناس تتحمل مسؤوليتها مؤسسة ولا ناس ليقوموا بعملهم كما ينبغي الحال نحن رأى الحمد لله إن شاء الله هرانا نقدف الأمانة هرانا نقوم بكل مجهودات باش نكون قدر المستوى ولا قدر الأمانة اللي رأي موكل علينا فسخرنا كل الإمكانيات وضعنا نقاط بالتعاون مع رؤساء بعض البلديات رؤساء الجن الأحياء مع بعض الأئمة لأنه حتى وزارة شؤون دينية في نطاق الهيدورة واسترجاع إلى غير ذلك كانوا أعطونا قائمة بعض المساجد اللي عندهم مساحات كبيرة باش تطلبوا المواطن يحطوا فيها الهيدورة باش نرفعوها منها تاليك سخرنا شاحنات للغسل إلى غير ذلك غسل طروقات وضعنا الحاويات والله الرقم ما زال في ارتفاع على كل حال نعطي كرقم مبدئي بمؤسسة تكسرانات رأنا لحقنا لخمسين ألف هيدورة كنا نرفعناها حتى اليوم صباحا واليوم بدأت الحالة تنقص ولكن الأمور رأي جد 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 إيجابية كان أمور أخرى زدنا تعلمناها زدنا رفعناها وشفناها لأنه الآن ما راهيش أرفع هيدورة وحسب باش حال من هيدورة ولكن كان دراسة أخرى سوسيولوجية رأينا نقوم بها من نطاق آخر اللي راح ندير بها تقرير شامل باش نرفع الوزارة الصناعة اللي تقدر تدير به الاستراتيجية العامة لأنه احنا المؤسسات اللي راحي مكلفة بيرفع ونقل نفاية هذه ربما حتى تعلمها على بقي الولايات على اعتبار أن هناك الولايات محددة هذا وشقال معالي الوزير الصناعة البارح كان فجأنا احنا كنا نعمل في النقطة تعروبة حتى شبنا الوزير وقف معنا يعني ما عرفنا ما نطح علينا يعني وقعد معنا ببالك ربما ساعتين يسأل على كل صغيرة وكبيرة من المواند البيتطال يشارشي الانفورميات ويشارشي الانفورميات احنا على كل حال حاليا رانا ندرس حتى الكمورتمان كنا درنا درنا ديمونسيونما تيوريك كنا نظريا ربما رح يكون هاي الكمية اللي رح تكون مثلا قلنا العاصمة مثلا القطاع اكسترانات قلنا احنا عنا زوجملاين وربعمائة الف ساكن في القطاع اكسترانات إلا أخذينا كل أسرة فيها خمسة أفراد رح يكون ما يقارب ربعمائة وخمسين الف ربعمائة وثمانين الف أسرة إلا الأسر كلها ضحات رح تكون ربعمائة وخمسين ربعمائة وثمانين الف هيدورة منطقيا تيوريك مو نظريا إلا ثمانين في المئة من الناس ضحات رح يكون مثل ثمانية الف حتى ثلثمية وعشرين ألف هيدورة نظريا تيوريك مو يفو فات فار الموين بو ريكوپير اللي ترواصمي سيبوزون كي با يفو اللي ترواصمي سي لفو ببليك أبارتير دولا وصخرنا الإمكانيات درنا برنامج عمل لغوطاسيون بو تيريطور نتاعنا وضعنا كل أنواع الشحينات حتى الشحينات ذات الحمولة الكبيرة 24 متر مكعب للبلدية البعيدة زيرالدة استوالي شراغة إلى غير باش يجي حتى لرويبة يعني مسافة كبيرة باش نربحوا الوقت لأنه درجة الحرارة نسبة التعفن هذا كلهم أمور كاللازم ناخدهم بين الاعتبار فلذلك سخرنا كل إمكانيات أكثر من 100 شحينة أكثر من 1100 عامل غسل طروقات إلى هذا فيما يخص الآن نعطيك معلومة إضافية أنه من الباح رانا ندرس فوات الوضعيات كام بلديات رانا نضعناها كوميشانتيان كوم مودال حطيناها بسو بروجكتور سو بيكروسكوب باش كون هما البلدية نعطيك مثلا بلدية سيديموسا فيها 52 الفساكن 52 الفساكن تيوريكمو نظريا قلنا إذا كان كل أسرة معدلتها لموين فيها خمس أفراد رح يكون 10 الف أسرة على الأقل 10 الف أسرة إلى كلهم ضحا ورح تكون 10 الف هيدورة وشنه هي ربما البلديات اللي شفتوا أنه السكان هاحترموا ربما الحملات التحسيسية اللي قموا بها والبلديات اللي ربما هكتوا فيها نعم عمل هنجي نعطيك تفسير إضافي باش نتبعو باش نكونوا في المنطقة هذا قلنا بلدية سيديموسا ربما رح يكون فيها 10 الف إذا ضحوا 80% بلدية سيديموسا رح يكون فيها 8000 هيدورة لما رفعنا في بلدية سيديموسا البيلول اللي درناه من البارح لليوم رانا في 2480 هيدورة قلنا ما رانا ديفيسيتات ب5000 وشي هيدورة ما رفعنا هاش كان لازم ندرس القضية عنا مهندسين عنا مهندسين بلدية سيديموسا عنا مهندسين على المديرية العامة تابعين المديرية الدراسات رانا ندرسه في الوضعية وين راحة الكمية الباقية على ما ترفضتش يا هل تارا راح باقية في الطرقات مرفع نهاج يا هل تارا راح ربما هناك ربما من السكان ما زال يستخدم أما الآن لقينا في الدراسات لدينا كين نوعين من المساكن عندك السكن العمودي وعندك السكن الأفقي سيكون أقل اللي فيلا وليزابيطاتيون ديفيديويل ربما يحتاجوها يقوموا بإستخدامها هنا هل تارا عندهم لتساعة اللي فيلا ما زالوا في التراديسيونال ما زال تملح لها دورة ويضعوها لسميجة وتنشوفوا يدخلوها للصالون يغسلوها ويضعو الصوف انتاحها ويستعملوها إلى غير ذلك العمودي السكن العمودي لا عندهم لديهم إساسباس يسروا بلجي ديبارسة لها دورة الدوارة النمط المعيشي يعني الوضعية فرضت رأيها على النمط المعيشي كان لازم المواطني يخير النمط يستدبطوا وكليما وكونديسيون فالمسكن هذا لا يسمح لوش باش يديرها هيدورة لا يسمح لوش باش يحط هيدورة ويدي الملح في الدار لأنه اللي يتسع مكاش فكان لازم عليه يخرج هيدورة هذا من بين الأمور اللي لقيناهم لقينا بالل 2480 هيدورة 99% هي ناتجة من السكنات العمودية السكنات الأفقية أغلبوها نقدر نقول ربما بالك واحد في الميال اللي خرجوا اللي خرجوا هيدورة نتاع وهم يعني يقوموا باستخدامها وما زالنا نتبع في السلوكيات وما زالنا نتبع في الكمورتمان صديق الاسبت سوسيولوجي للانديفيدو ستخي تخي تخي امورطان برشت لزاني 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 ستخي الولايات الداخلية ربما لقدرنا برنامج للسنوات القادمة وانا رح يكون السكن كله ربما أفوقي والولايات المفتوحة الداخل ما فيهم سكن العمودي العمودي عفوا ربما رح تكون النتيجة أقل من التوقعات فهذه أمور لرناخرنا بنتيج قمت ربما برفع هذه دراسة لوزارة الصناعة رانا ما زالنا ندرف الدراسات لأنه لدينا بعض البلديات رانا كوميشونتيون لذلك حتى الفايدة الاقتصادية أيضا نحن القيمة الاقتصادية من عملية جمع جلود الأضاحي بالنظر لأن هذه المبادرة جديدة تم إطلاقها هذه السنة هو نتيجة لأول حاجة يحوزها المواطن هو وش رح يربح هذا شيء مبدئي يقول لك أنتم دولة أنتم مؤسسة دولة أنتم رح تدول هيدور أنا مواطن وش رح نربح في البرنامج هذا خاص بالعيد لأن علماءنا علماء الجزائر مع وزارة شؤون دينية فتاو بحرمة بيع كل ما هو من الأضحية لأنها الأضحية لله ولكن فتاو قال لك إذا كانت في سبيل خير تعتبر كصدقة يجوز ذلك فلذلك دخلت وزارة شؤون دينية عن طريق مؤسسة سبول الخيرات اللي هي الانترميدير بين الدباغين وبين وزارة الصناعة ونحن نوصل نرفع السلعة من الطريق مع المواطن ندوها لجمعية الدباغين ندير الحساب معهم نعطوا معنا سبول الخيرات يتبعوا مع وزارة شؤون دينية يدو الأرقام من بعد الدباغين يديروا الفرز مع سبول الخيرات وشنو هيدورة اللي تصلح لإنتاج بشي تمشي وشنو هيدورة اللي ما تصلح لأنه عندهم شوروط هم تانيك يقول لك هيدورة اللي مجروحة اللي مجد طعام ما تمشي ناش فالكميات رح يديروها ومن بعد الدباغين رح يدفعوا أموال سبول الخيرات عن طريق وزارة شؤون دينية مؤسسة سبول الخيرات الأموال هذو رح يروحوا مباشرة للمواطن لليتما الفقراء بناء مسجد كل ما هو خيري هذا هو يعني المواطن بصفتنا أخرى رح يساهم طريقة غير مباشرة في عمل الخير رح يصدق على اليتما رح يصدق على الفقراء رح يبني مسجد بطريقة غير مباشرة هذا الشيء اللي كان لازم يعرف المواطن هذه الرسالة اللي كان لازم توصل للمواطن والحمد لله حنا شفنا فيما يتعنق باستغلالها في الصناعات الجلدية كنا يعني شاهدنا منذ قليل لأن زميلة أنه تدر أيضا أموال بالغة ويتم أيضا استغلالها في الصناعات الجلدية مجهود إضافي نعمر بها شاحنات أطنان إضافية دوارات إضافية على جل هيدورة باش نديها لمركز الردم ندفع عليها أموال 800 دينار للطن أورتاكس ونزيد في المركز الردم نقصه من طول الحمر لأنه رح تدفن وتنقص تحكمنا ديزيس باس قالوك هي ملايين مش ملايين دينارات أفندوكونت ملايين دولارات الآن رفعنا لكمية هذه راحوا لدباغين دباغين ويعطوا الأموال تسيبوا الخيرات الدباغين راح يحولوا وراح يصدروا للخارج راح تقول لي عملة صعبة لإقتصاد تلك البلاد الدباغين حاليا أنا ما قلتش أنا قلت عملية ما قلتش مبادرة ولا قلت حملة عملية طويلة تلمدى لسنوات راح يعني راح يكون استثمار كبير في استرجاع الجلود في استرجاع لدى الدباغين يتسمى راح تولي هناك راح يكون ربما الدولة راح تخمم الآن باش تدير مدابح في الهضة بالعليا ربما راح تشجع باش يكون استثمار في الدباغة أيضا توسيعني التقل المبادرة على باقي الولايات اليوم كان أربع ولايات فقط على ما أعتقد ست ولايات نعم نموذجية على يعني اعتبار ربما تعميمها في باقي الولايات نتحث أيضا فقط لذيق الوقت سيدة بوثل جعلة ربما حجم النفايات التي قمتم تجميها مؤسسة إكسترانات من يوم أمس إلى غاية هذه الحالة النفايات التي لا يمكننا نرفعها في العيد يعني العيد هذا أو اليوم الذي قبل العيد لو جيم وانزا 2200 طن رفعناها يوم العيد رفعناها 3200 طن رفعناها ودينها يوم ما زالت العملية متوصلة ما زال نرفعه في الجلود وما زال نرفعه في نفايات لأنه لازم نشوف تقاليد الأسرة الجزائرية فيما يخص التحضير للعيد يبدأ يومين مقبل العيد تبدأ ربطة البيت توجد في الكوزين انتحها البالكون انتحها تدير لي تسعروها ليشري ملابس لولاده اللي عندهم لدي شي دون بلاج هذو كلهم الأمور رح يدخلوا نفايات يومين قبل العيد حتى ربما كما سبقوا قلت لك حتى نشاط المولين اللي يدخلوا إلى المدن نعم يعني ربما هناك بقايا العلف زادنا مجهودات العالم فهذا يدخلك كميات إضافية نعطيك رقم إضافي في الأيام العادية لوراسيو المنتوج الفرد العاصمي في تيريتوارن تعنا في شهر أوت يكون من 800 إلى 850 غرام للفرد في العيد هذا لحقنا كيلو غرام 220 للفرد وما زالت النتائج لما نكمل الكميات تعلها هيدورا رح نزيد ستنوتر الشيفر كيفاتاتر راجوتي أسوراتيو نعم نتحطت أيضا على غرار العيد والمواسم والمناسبات الدينية احترام وقيت إخراج النفايات المواطن الجزائري هو ربما هذا الأمر صعب مهمكم حتى خارج فترات موسم الأعياد ربما هناك من المواطنين ما زال ما يحترم مواعيد إخراج النفايات لأنتم دائما يتفضلوا أنها تكون في الفترة المسائية في الليل وهو يخرجها ربما طول نعطيك من بين الأمور اللي القيناها بدراسات اللي نتبع فيها لأنه الاسبت سوسيولوجي كي تخيط تخيط مبور شهي الانديفيدوال الجريان ربما تكون في البيت تشوف وليدها رايح للمدرسة تنسى لو ساك ما خرجتوش في الليل قال وليدي هكا في طريقك هدي أول شيء سواست بلك ربما تقول لك سنجست عادي ولكن يتخلل في خلل برابور على أوريس بي دي زوريغ كين وين تكون ربما تنسى في الليل الصباح تكون راح للمرشي ولا راح تقضي على العشرة تفكر بالليل ساك ما خرجتوش ربما تخرجو معها كين وين الوالد ربما يدخل العشية بشير مرشي هدو سيدي كمبرتمان سيبانال بالنسبة للفرد يقول لك سريع ما كين ولو ولكن رح يأطر علينا ورح يأطر على الصحة العمومية رح يأطر على النظافة في الطرقات هدو قال لي كمبرتمان هدو رامنا ندرسو فيهم لأنه ربما على البلديات أنها تقوم بتعليمة تمنع منع باتن إخرج نفايات في غير مواقيتها قبل ما هو معمول به في الدول الأوروبية مثلا علاش مقدرناش نديروا تعليمات مقبل لأنه تسيير النفايات أو رفع النفايات كان في أغلب القطر الوطنية كانت البلديات هي اللي كانت ترفع النفايات نعرفه رئيس البلدية ما هو مختص في النفايات أو مختص في تسيير المياه رئيس البلدية يأتي ببرنامج سياسي برنامج تنموي البلديت حتى يلغا روح وغارق في نفايات وبياس دوليشانج وعمال غايبين وريكريتمون وليصالار يدخل فلاصبي سوسيال من بعد تدخل داخل المشاكل ولكن لما تجي مؤسسة مختصة في الميدان اقتصادية رح تنحي هذا على رئيس البلدية رح يسعى لها يسعى لها المهمة يقول لي يبقى رئيس البلدية يتكلم بإسم المواطن تعريح يدافع على المواطن يقول لي يرفض الهاتف يقول لك الحيل فلاني محمد ما كومر في التوش وصبح الآن رئيس البلدية أغلب البلديات ولو يسهموا معنا حتى في الحملة التحسيسية التوعوية كل غلب بلديات ولتعندهم صفاحات الفيسبوك ولو يتواصلوا مع المواطنين ولو يوصلوا رسالة لننتعاملوا معنا نحن في التنظيم ننتعنا على مستوى كل بلدية لدينا رئيس مصلحة خاص بالبلدية هذيك عنده إطارات يمشون معه متواصل 24 ساعة إلى 24 ساعة مع رئيس البلدية حطيناهم تحت ويصاية رؤساء البلديات كان لدينا رؤساء وحدات تحت ويصاية الولايات المنتدبون يعني باش نسهل المهمة باش نكونوا في الخدمة احنا المهم أن المواطن قدما نرى نفنسيو قدما الأمور هي إيجابية من الحسن إلى الحسن يسي طوميون بورتولموند أنا كلنا ناجحين وإن شاء الله بدينا نشوفه باللي الحالة بدأت تمشي الدول اللي رنقول عليها متقدمة متقدمتش في عام ولا في عامين عوام وعوام 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 ألمانيا ألمانيا اللي راهي في الفرز الانتقائي في 64% بدأت بعد الحرب العالمية الثانية تتكلم عن الفرز الانتقائي نعم المواطن هو أيضا مطالب الحفاظ على الحية السكنية ديالو شكرا جزيلا لك سيد كاريم بوثلجا مدير الدراسات وتطوير بمؤسسة إكسترانات وعيدك سعيد مراتنا شكرا لك